اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على المجهودات الجبارة التي تقوم بانجازها القوات المسلحة هذا وقد حضر الحفل مدير ادارة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة الامداد والتموين ومدير ادارة المراسم العسكرية وعميد جامعة بنغازي اضافة الى رئيس هيئة السياحة ومنصق مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية فيما بدأ الحفل بكلمة للشركة المنفذة والتي اثنت فيها على هذه الخطوة الممتازة واهميتها منصق شؤون العلمية للمركز والمدير الاداري وعميد جامعة بنغازي اكدوا خلال كلماتهم على اهمية هذا الانجاز العلمي الطبي والذي يتميز بنوعية الخدمات العالية واشهدوا بدور ادارة التوجيه المعنوي واهمية تعاونهم مع بيوت الخبرة العلمية فيما اشهد مدير ادارة التوجيه المعنوي على مكونات هذا المشروع وحرس القائد العام على اسر الشهداء والجرحى وذويهم مؤكدا ان تعليمات القائد العام ان تقدم خدمات تركيب الاضراف الصناعية الحديثة لجمع الجرحى وحتى المواطنين الذين يحتاجون الى هذه الخدمات ومن يتعرضون لحوادث مشابهة بناء على قرار سيد القائد العام بانشاء مركز للتعم المعنوي في كل من بناطق الثلاث منطقة قنغازي ومنطقة سبهة ومنطقة طرابس في انغرب وسيقدم خدماته لكافة ابناء الشهداء واسر الشهداء الاباء والامهات من الدرجة الاولى وبناء على تعليمات سيد القائد العام مجانا ودون اي مقابل وضاف مدير ادارة التوجيه المعنوي ان المركز سيقدم خدمات العلاج الطبيعية لأسر الشهداء والجرحى مبينا انه ستكون هناك ميزة اخرى حيث يتم العلاج باسعار في متناول الجميع مما يخفض على المواطن من تكليف العلاج الطبيعي الباهظة كما تم عقب ذلك التوجه الى ادارة التوجيه المعنوي حيث تم وضع حجر اساس لبناء مقر المطبعة العسكرية وذلك بناء على قرار القائد العام بنشرها وتقديم الخدمات الاعلامية لوحدات القوات المسلحة وايضا بما فيها مرافق المجتمع وقد ثمن مدير مكتب القائد العام على اهمية وسرعة انجاز هذه المطبعة والاعمال التي ستقوم بانجازها من دافع معنوي للعطاء لوحدات القوات المسلحة وتسعى القيادة العامة الى انشاء مركز طبي وعلمي بأعلى المستويات التقنية والفنية ويأتي ذلك في حرص القيادة العامة لتقديم افضل الخدمات لوحدات الجيش الوطني وتأسيس مؤسسة علمية متطورة